بين يوم وآخر تتوالى الأنباء عن انسحاب تنظيم الدولة وخسارته لمواقع استراتيجية في ريف حلب الشرقي بمواجهات مع النظام وقوات سوريا الديمقراطية مقابل تخدمه في الريف الشمالي بمواجهة مع الثوار وبين هذا وذاك يوسع النظام سيطرته في محيط مطار كويرس العسكري ويتقدم نحو مدينة الباب وتتمدد الوحدات الكردية تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة منبج مراقبون يرون في المعارك الدائرة في أرياف حلب إعادة رسم لخارطة السيطرة على المنطقة الممتدة بين مدينته الرقة وحلب قبيل بدء مؤتمر جينيف المقرر عقده في الخامس والعشرين من كانون الثاني الحالي قوات سوريا الديمقراطية عدو التنظيم في ريفي الرقة وحلب الشرقي تحظى بقبول غربي على عكس الفصائل التي تقاتل التنظيم في مدينة حلب وريفها الشمالي الأمر الذي منحها دعما عسكريا من الولايات المتحدة بالإضافة إلى مساندة جوية من قوات تحالف الدولي كما في معارك السيطرة على تل أبيض وستشرين قبل أيام تضم قوات سوريا ديمقراطية بغالبيتها فصائل كردية إلى جانب بعض الفصائل العربية مثل جيش الثوار وغرفة عملية بركان الفرات والتي بدورها لم تخض معركة تذكر ضد قوات النظام منذ تشكيلها خبراء عسكريون رجحوا محاولة النظام توسيع نفوذه في ريفي حلب والرقة على حساب تنظيم الدولة عن طريق قوات سوريا الديمقراطية وحماية مناطق نفوذه في ريف حلب الشمالي من فصائل الثوار عن طريق معارك كر وفر مع تنظيم الدولة ويبدو أن المنطقة الممتدة على الشريط الحدودي من مدينة عزاز إلى مدن وبلدات ريف الرقة الشمالي ستشهد تغييرا يخفي وراءه أهدافا لا تصب في صالح الثورة والبلاد ترجمة نانسي قنقر